اشتركوا في القناة الامريكي الى اليمن للتوصل الى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 واشادت وزارة الخارجية بالمواقف السعودية المشرفة الداعمة للجمهورية اليمنية وسعيها الدائم لاستعادة الامن والاستقرار في اليمن الشقيق وما قدمته من عون ومساعدات انسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني معربة عن تطلع مملكة البحرين بان تلقى هذه المبادرة السعودية الخيرة تأييدا وترحيبا من كافة الاطراف اليمنية والمجتمع الدولي من اجل انهاء الحرب واعادة السلم والامن الى اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في اعادة الاعمار والتنمية والازدهار واكدت وزارة الخارجية اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها للدور الاساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على الامن والسلم والاستقرار الاقليمي وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر